اهلا بكم مع تصاعد وتيرة جائحة كورونا في العالم تم إصدار قرارات في بلدان مختلفة بإيقاف النشاط الرياضي وتأجيل كل المباريات والدوريات وباقي الأنشطة الأخرى بينما فضلت بعض الاتحادات الوطنية في العالم أن تنظر مبارياتها خلف الأبواب المغلقة بدون جمهور ولكن الرياضة بوصفها صناعة من الصناعات الاقتصادية العالمية التي تصل قيمتها السوقية إلى 470 مليار دولار تضررت تضررا كبيرا بتوقف الأنشطة وشهد القائمون عليها سواء كانوا رياضيين أو إداريين أو أندية صعوبات وتحديات خلال فترة التوقف وحول هذا الموضوع سرنا أن يكون معنا في استوديو البرنامج الأستاذ الدكتور فيصل الملاعض والاتحاد الدولي لعلوم الرياضة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جليد وأرحب بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور فيصل الملاعض الأستاذ الدولي لعلوم الرياضة مساك الله بخير دكتور دكتور هل مفهوم صناعة الرياضة اليوم مفهوم عالمية أنا أتكلم عن قيمة سوقية بلغت 470 مليار دولار إذن هذه قيمة عملاقة طيب في البداية عزيزي علي أود أن أبدأ بشكر خاص حق البرنامج لأخذه لهذه القضية والموضوع الأساسي نظرا في الواقع أنه في رؤية أنا أعتبرها في الواقع رؤية يشوبها بعض الغموض الغموض نحو مفهوم الرياضة بشكل عام بعض المجتمع تنظر الرياضة هي عبارة عن نشاط هامشي لكن الدول التقدم في الواقع تنظر الرياضة كنشاط أساسي نظرا لأن الرياضة هي عبارة عن جانب منتج ويدخل في جميع القطاعات يدخل في القطاع الاقتصادي القطاع السياحي القطاع الثقافي حتى الجوانب الفواقع المرتبطة للجوانب الوطنية الجانب الثقافي على ست hunted التحدي الرياضي هي جانب من تعزيز بعض الرياضات الشعبية الموروثة مثل ما حصل في الواقع في بعض البرامج مثل السورية التي حرضت في جوانب في الواقع لدول أساسي بإضافة الجانب أن الرياضي تدخل في الواقع في أنصر التنمية الاقتصادية وبمبالغ مذهلة عندما أتحدث عنه في خلال هذه اللقاءة الياري ما أود أن أكد عليه بالواقع أن المجار الرياضي لم يعد هو عبارة عن نشاط لشغل وقت فراق أو هو عبارة عن نشاط هامشي بل هو عبارة عن نشاط صناعي يدخل في جميع مفاصل الدولة وفي جميع القطاعات سواء كانت المرتبطة بالاقتصاد أو في الجوانب الأخرى سوف نتحدثها لو أريد أن نعرف هذا الجانب في الواقع بجانب معين أنا أعتبر أن الرياضي كصناعة وتعريف الصناعة أخوي علي بشكل مبسط الصناعة ما هي عبارة عن أنه أنا عبارة عن منتج طبيعي أحاول إلى منتج السلاك وأسوقه يعني معنات أن أي منتج أنا خام أقوم بعملية مرورة من خلال قنوات أي تسويق عبارة عن إنتاجه، تطويره، تسويقه، تسعيره ومثم تقويما هذه هو فواقع للدول التي تنشد وتهتم بصناعة الرياضة طيب ما هي العوامل التي عززتها الجانب؟ خاصة أن الجانب أخوي علي ظهر بشكل واضح بعض الألعاب الأممية التي أقومت في برشلون 1992 لم يكن زمن بعد 1992 مثل ما زمن قبل 1992 مثل زمن ما بعد 1992 وجدت أن الرياضة تستطيع أن تقوم بعملية استثمار المنتج والعوامل التي أكدت على هذا الاستثمار في الواقع هي خمسة أول عامل في الواقع هو عبارة عن وفرة الثورة الصناعية وتفن الوجه ثاني عامل هو عبارة عن التوجه الإجابي نحو المفاهيم الحقيقي غير الرياضة الرياضة لم تعدوا عبارة عن نشاط بدني أو مارسة في موقف عبارة ملعب لا هو كان له عبارة عن تأثيرات صحية بدنية ثقافية انفعالية نفسية حتى وجدت في الواقع له دور وأساسي في عملية تقويجه هذا المناعة في الجاحة هو البندميك الذي نحن عايشين فيه بإضافة العنصر الثالث هو عبارة عن زيادة الدخول الموجود في الدولة والعنصر الرابع في الواقع عبارة عن استقرار السياسي والاجتماع في الدول والخامسة عبارة عن وفرة وقت الفراء هذه العوامل التي ساعتها تساهمت في الواقع في عملية انتقال هذه النشاط الذي كان يعتبر عن نشاط تنافسي إلى صناعة منتجة تسهم في أكبر اقتصيات الدول بنسبة 5% من الدخل القومي مثل ما هو في البرازيل و2% مثل معظم الدول الأوروبية أن دخل الرياضة في الانتاج القومي المحلي يقارب 2% نحن نتكلم عن 5% و2% نتكلم عن مبالغ ضخمة لا أحد يعتقد أن هذه مبالغ قليلة يعني قيمة السوقية للرياضة 470 مليار دولار في العالم اتفضل الدكتور بأن من برشلونة 1992 بدأ مفهوم صناعة الرياضة والرياضة كلها مردود اقتصادي طبعا مع ظهور الفضائيات وحقوق البث وبلد الانتشار يعني صار في قيمة أكبر لمساة الإعلانات وغيرها لا شك أن هذه كلها ساهم في كل ذلك لكن في دولنا ما زالت الرياضة يعني هناك طبعا اهتمام فيها يمكننا في البحرين هناك اهتمام من رأس الدولة لكن أنا أقصد المردود الاقتصادي للرياضة في الدول العربية بشكل عام يعني ما نتكلم عن البحرين فقط ما زالت ليست بهذا الحجم لماذا لم تدخل الدول العربية في صناعة الرياضة من حيث القيمة السوقية في الواقع هو لأن صناعة الرياضة هي ثقافة عشان أقوم بعملية تعزيزة لازم أغير ثقافة المستهلك لغاية الآن المستهلك عندنا أو المواطن أو الشعوب عندنا تنظر للرياضة مثل ما بديد في الواقع ليش أنا شكرت هذا البرنامج وأخذ هذا القضية على أساس أن الدول بدأت بتغيير الثقافات يعني أنت ما عندك الثقافة لغاية لأن تأخذ الأسرة وتروح الملاعب هناك فيه ثقافة تعتبر عبارة عن نوع الانترتيمت عبارة عن مثل ما تأخذ الأولاد والديوم وكانها سهل الناس تذهب بملابسها رسمية صحيح مثل ما قد في الواقع نحن لغاية الآن لم نعزز هذه الثقافة هذه البرامج اللي أنا أكد عليه وعززها أقول عشان أغير في الواقع هي ليس عبارة عن يعني قرارات من السلطة العليا هي قرارات من الشعوب عندما أغير الثقافة راح كل الأمور تأتي تتابعا في الواقع عشان أعززها الجوانب يجب أن أنا أغير الثقافة وأحد جوانب تغير الثقافة في البرنامج على أساس أن أنا أعرض بعض الأرقام خلينا نبدأ تغير ما هو حجم إرادات الرياضة في السوق العالمي الدولي في المجال الرياضي يقدر ب750 مليار مقسم على أربع جوانب هذه 750 مليار هو عبارة عن إرادات طيب ما هو تأثيرها هذا المبلغ على الاقتصاد الدولي 2 تريليون 2 تريليون طيب هذا المبلغ يعني يوازي أكثر من إرادات دول في حدود 150 دولة في العالم 150 دولة تقل إراداتها السنوية عن هذا المبلغ الآن عطيت يعني تقريبا 70% من دول العالم 70% من دول طيب هذه المبلغ إلى 750 مليار مقسم على أربع مجالات أربع قطاعات واحد يقول احتمال هو القطاع الاحترافي عبارة عن أسعار اللاعبين وهذه المبالغ الباضي لا هو أكبر قطاع يحدد 36 270 مليار موجه إلى عبارة عن بايع التجزة الأدوات الرياضية والجوانب الحين يقول لي ليش الدول المتقدمة تغير لأن الثقافة عشان نغير الثقافة راح المسالكة تتجه إلى الجوانب المعدات الرياضي الجانب الآخر هو عبارة تبتري من المستهلك تبتري من الناس ولا تبتري من يكون عندك ملاعب يكون عندك خطط تسويقية يكون عندك مردود للأندية يكون عندك تسويق يكون عندك دوريات تبتدي بجدولة صحية نحن نشوف اليوم دكتور سامحنا المقاطعة مثلا حينما توقفت الدوريات الأوروبية وهي بدأت الآن الدوري الألماني بدأ الإسباني قريب وبعد الإنجليزي والإيطالي ككرة قدم مثلا بمثال كنحن نعني أننا أكثر كشعوب في المنطقة لما وكفت هذه الأندية وهذه الاتتحارات تكلمت عن خسائر كبيرة تكلمت عن خسائر بالمليارات أو بالملايين أو مئات الملايين وقد تصل إلى المليارات في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذن المنظومة كبيرة يعني هلنا نبدأ من الشعوب أم نبدأ من المنظومة أولا دكتور طيب أنا أخوي علي ما راح أذكر بعض الدول بس أقول بعض الدول القريبة حولين عملت المنشآت على أفضل المواصفات هل تغيرت التوجهات المستهلك لم تتغير الدول المتقدمة مثل عملية الحياة سياسية عشان أقوم بعملية بناء أي دولة سياسية يجب أن أنا أقوم بعملية نشر هالثقافة مثل الثقافة ديموراطية نفس التصور في أي تصور تغيير عالمي عشان أبدأ في أبدأ بالشعوب في تغيير ثقافتها أنا أقول ذي مهم حلقة متكام ما أستطيع بالتوازي سلسلة هي عبارة عن حلقات لا أستطيع أن أقول أنا أبدأ وأخذ أنا أقول الدول مثل ما عملت نحن في الواقع ما راح أخلق العجلة راح أقوم بعملية هذا تدويرها ماذا عملت الدول عملت بعملية تغيير هذه الثقافات على سين المثال نحن وقت ما ننشأ عملية مثل تغيير الثقافات على مدى 14 سنة لاحظ متى بدين 2004 في 4-4 4-4 يعني تغيير 16 سنة تشوف الثقافة تغيرت ونحن في الواقع البرامج التي تبث من خلال التلفزيون الكريم في خلال لاحظ توجه الشحب لاحظ الحضور لاحظ الثقافة العامة راحظ المجتمع عشان تغير أنا أقول عشان تنجح يجب أن نتغير الثقافة طيب شنو أهم وصيلة في تغيير الثقافة هي المناج بعدين تبدأ بدور المجتمع المديني لكي يأكد أقول أنا بالمنارس تبدأ إذا من الأطفال من المدارس يعني أنت الثقافة وقت ما عزت بعدين دور الإعلام في خلق الاتجاهات وغيرها هي عبارة عن مثل سلطة رابعة بس في سلطات تسبق أي تغيير ثقافة في أي مجتمع تبدأ من الأساس من هو القطاع الأكبر الذي يدخل هذا المجال هو عبارة عن طلبة في خلال قطاع التعليمي عشان أعززها الجانب تقول لك شون أنا غير الثقافة عشان أرتفع بهذا المصادر أربعة مليار أقول ما تبدأ من هذه الجلسفات تبدأ في الواقع من قواعد كبيرة وهذا اللي أنا في الواقع أنا ناشطة وعززة باستمرها في قلال لقاءاتي أقول لكي تنقل من هذه الحقبة إلى حقبة أخرى خاصة أننا عندنا توجهات إيجابية من قبل سمو الشيخ ناصر والأخوة الموجونين في وزارة الشباب واللجنة الأولوية أننا نحن متجهين بهذا الاتجاه لكي نترجم رأية البحرين عشان ثلاثين أنه عبارة عن من هو العنصر البشري الإنسان عشان أقوي هذه وأعزز فيه حتى لو بنت أكبر منشآت إذا لم تغير هذه الثقافة مات السطح وهذه دور يحين في جانب معين وقت ما أنا أعطيك على بعض الأرقام عشان أبين حق المسؤولين متجهين الغرار أو قلت صناعة الرياضة له دور كبير في عملية التنمية وعملية الدخل القومي لذلك دعني أرجح إلى النقطة الثانية قلت أن أكبر مصدر للإرادات هي عبارة عن قطاع الشراء والبين ثاني مصدر هي عبارة عن منشآت الآن قلت عندما أنشأ منشآة فيها مطاعم فيها دور فيها 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 صار المنشآة هي عبارة عن ليس منشآة هي عبارة عن نوع ملتقى اجتماعي الكل يجتمعون أنت تشوف الدول الغربية في الواقع يضعهم برنامج السنوي يشترون تذاكر نوع الإسرية على مدى مثل ما هو تورث صحيح تملك المقعد هذا اللي عزيز طيب الجانب الثالث من إيرادات هو عبارة عن رياضات الاحترافية المبالغ البث التلفزيوني الذي يأخذ نصب كبير والجانب الرائع شراء وبيع اللاعبين الجانب الأخير هو عبارة عن رسوم دخول الملاعب ورسوم دخول في الواقع المراقب الصحية حتى المراقب الصحية عندما إن شاء الله المرحل قادمة عملية إعادة فتحها لهدور في عملية الصناعة الرياضة ما يعملنا مردودة غسيلة يتبقى السؤال هل هذه الجوار يمكن أن أحكسها على المجتمع الحربية عامة ومجتمع البحرية خاصة ممكن بس إذا أنا بديت بالشكل الصح وبالشكل الألمي المنهجي الواقع أنا أنشد الدول التي تبعها بنفس التراثيات ومناهج أن نستطيع نقوم بعملية تطبيقة فيه مع أن شعوبنا في المنطقة سواء في البحرين أو في المنطقة هي شعوب بطبيعتها تحب الرياضة تتابحها شغوفة فيها يعني الأندية عندنا لها عشرات السنوات الآن هناك منافسات هناك يعني دوريات عريقة لكن الصناعة غير موجودة الصناعة ذات المردودة عشان تحنا ما تطور رياضات عندنا لذلك خارج عن طريق منظومة الاحتراف وتلاقي من خلال هذه العجلة الاقتصادية تلاقي الأندية الكبرى يعني بعيدة تماما والمنتخبات في مستوى آخر عن اللي نشوف نحن في سواء لا نتكلم عن البحرين فقط ولكن في المنطقة دكتور أخوي علي على أساس أن أنت تناشد في عملية تطور المجال الرياضي يجب أن يتوازم مع المجالات الأخرى لذلك حين نطرح السؤال هل المجالات الأخرى نعم بس في التفاوت يعني أنت لغاية الآن أنت ما عندك ساعة بحض المادة الخام للإنتاج أنت ما تستطيع تقوم بعملية صناعة السيارات إذا ما كان عندك ذاك المنتج بس أنا أقول المجال الرياضي عندك خاصة في مملكة البحرين انظر البحرين من أفضل الدول في العنصر البشري وأنا باستمرار أقولها باستمرار في المجال الرياضي خاصة من السبعينيات إلى التسعينيات أفضل اللاعبين في آسيا معظم هم اللاعبين بحرينية أفضل اللاعبين في آسيا وليس في الخليج يعني أنت عندك المنتج الخام نعم ما قلنا صناعة صناعة تعتمد على المنتج أقوم بتعمليت تشكيلة لعمليات جعلati الخام يعني منتج أسوقه أنت عندك المنتج يتبقى في عملية وضع الاستراتيجية التي يصبح المنتج محتاج منشآت المنتج محتاج قوانين المنتج محتاج ثخافة المنتج محتاج أن المؤسسات الخاصة تدخل كشريك لغاية الآن عندنا هذا وقت تستثمر فيه صحيح لغاية الآن أنا وقت ما أثقف لغاية الآن المستثمر الخاص يتوقع أن أنا وقت ما أثقف المجال الرياضي هو فقط أن أنا نوع أن أعطيك نوع من السخات أبرع ما عنده فكرة التسويق أن أنا أقدم و أنا لكي أستفيد من خبرتك يكون لمردود فبالتالي الاستمرارية ما هو هذا السوق أن أنا أقدم خدمة أنت تسويقها لي أستفيد من هذه الخدمة لغاية الآن هذه الثقافة مفقودة ليش أنا أقدم عملية التثقف والتعزيز لأن هذه المنظومة متكاملة حتى لو أنا عملت أكبر منشآت إذا الشخص اللي عنده استثمار خاص ما عنده هذا الوعي ما أستطيع أن أنا أجلب أنا ما بغي أنه تحطيني حسنة بالمصطلح أنا أبغيك أن أنت تنشدني تطرق بابي عشان أقول لك أن هذا هو المنتج الذي من خلاله أن أتسويق بضاعتك هذه الدول تعمل وهي شركة عالمية لا محتاجة تسويق نايكي وصلت للعالمية من خلال شركتها مع جوردون وخلقه منتوت جريد وهو إير جوردون واليوم هو واحد من أكثر مبيعا وتعتبر تحف فني وليس فقط منتجات رياضية حينما بدأت لم تكن بهذا المستوى كان في شركات طي فتح أنت عادة يعني طرقت الوتر الحصاصي بميسبي أنا من مشجعين بولز أي يوم كنت أدرس أمريكا أنا في الواقع وعندما رجع من بوس بول أنا كنت في ذلك الفترة أنت تتحدث قدرة المبالغ التي دخلها على الاقتصاد الأمريكي مئة مليار في خلال سنة من خلال العطر من خلال الحذاء من خلال الدعايات حتى دعاية المشروب الرياضي مئة مليار على الاقتصاد الأمريكي إذا أنا غيرت هذه الثقافة طيب علي تقول لي شون أغير أقول من هذه الأشياء اللي أنا أنا أدبها أن الإعلام صلت قوية يجب أن أنا أستغل في عملية تعزيز وأبغي أن أنا أنشر هذه الثقافة وأول ما أغيرها في الواقع وبالسهر أقول أغير ثقافة المستالك ثقافة المواطن كل المجالات تطورنا فيها إلا المجال الرياضي أحاول أن أعز قلت لعملية النشاط الرياضي أقول لك أن تاجي لهدور فوزنا بدول الخليج يعني للأسف أتت بعد إنجاحة كان نستطيع أن نستثمر هذا الفوز ونجلب كل الجوانب اللي كنا نستهدف لها في الواقع لكن أقول ترى النتائج أستطيع أن أحققها لو كان عندي المنتج أقول بالفهم الصريح نحن عندنا المنتج البحرين الجيد اللي أستطيع أن أعمل من خلال صناعة الرياضي يتبقى شنو؟ يتبقى الآليات الألمية ليس هي اجتهادات شخصية آليات ألمية أوضح على شخص أن أستطيع أنقل من هذا الرياضي هي عبارة عن رياضة ترفيهية أو رياضة عبارة عن رياضة شغل وقت فراغ إلى صناعة ويمكن أن تكون في الواقع رياضة الصناعة الرياضية الترفيهية مثل الصناعة الرياضية السياحية التي في الواقع أن أنا أجريها في بعض الدول لعملية هي سياحة وهي رياضة مثل فورملا وان في البحرين مثلا ويعني نعتقدنا في سمو الشيخ ناصر الآن هو يضع خطط طموحة جدا للرياضة البحرينية ولا شك أن الاستثمار في الرياضة كصناعة يجب أن يكون أحدها هذه الخطط المستقبلية الآن تفضلت بأن نحن فزنا بكاسر خليهيج لكن يمكن جاءحة كورونا بعدين وغيرت الأجواء ليس في البحرين فقط ولكن في العالم إلى أي مدى تأثرت صناعة الرياضة في العالم يعني في بعض الدول تأثرت بنسبة 30% 50% يمكن نحن في العالم العربي لأن هي ليست استثمار وليست صناعة كانت المردود أو التأثر الاقتصادي أقل من ذلك لكن الدول التي الرياضة فيها صناعة تأثرت بشكل كبير سأضيف نقطة في الواقع على عملية الاستثمار وصناعة الرياضة سمو الشيخ ناصر قبل ستين أطلق مبادرة استجابة كل مفاصل الاستجابة تحتمل على صناعة الرياضة من حيث المنتج من حيث الاحتراف يعني نحن في الواقع عندنا النواة نبنى عليه الحين وفي لجنة في الواقع شكلت بعملية متابعة تنفيذة للإستجابة بقيادته وبرأسة سمو الشيخ خالد بعملية تنفيذة أنا أقول نحن في خلال السنوات القادمة راح نشهد نقلة نوعية لو في الواقع كانت الظروف آتية إن شاء الله سؤالك عملية ما مدى التأثير للأسف يعني أنا ما بغي أقول متشائم بس كان لها تأثير جدا كبير يكفيك أن في الواقع لم يشهد النشاط الرياضي منذ الحرب العالمية الأولى والثانية توقف مثل ما شاهدته خلال البندوميك أو الجائحة أو ما يطلق عليه بالمفهوم العلمي الكوفيد نايتين طيب هي متى توقفت الأنشطة؟ عشان بس نعطي المشاهدة في الواقع بعض الفكرة هي توقفت في بعض الفترات أثناء الحرب 1916 حرب العالمين توقفت للعابة الأولمبية 1940 توقفت للعابة الأولمبية 1944 توقفت للعابة الأولمبية متى توقفت إحكاس العالم توقفت في 1942 و1946 يعني هذه الفترات التي توقف فيها يعني أكثر من 80 سنة ما توقفت فيها الرياضة في العالم أخوي علي 80 سنة بدأت من الثمانينات دخل أنصر رئيسي هو عبارة عن الاستثمار والنقل التلفزيوني يعني عمل نقلة نوعية يعني أي تأثير ستشد للحركة الرياضية طيب ليش شد للحركة الرياضية؟ النشاط الرياضي نشاط الاجتماعي قائم على التقارب الاجتماعي عكس مبدأ الجباعد التباعد النشاط الرياضي نحن قلنا تغريبا 36 من عبارة عن بيع بس كلام عن تغريبا 74% هي عبارة عن تقارب هذه التقارب إن شاء الله ما حد كان حوالي 64% 64% في الماء في الواقع أنه لم أحد يستطيع أن يضع بعض الحلول فجائي ما حد كان متوقع صحيح لا أستطيع أن أنا عيد هي كل المجالات صحيح كل المجالات صناعة الطيران السياحة الاقتصاد التصنيع ومما فيها الرياضة ومجالهم أخوي علي صناعة الطيران مثل صناعة الرياضة لأن هذه محتملة على عملية المستلك هو عبارة عن الشخص والشخص عبارة عن يتواجد في مجموعة بعض المجالات سيارات وقيمة المصانع قلت فترة عملية عملهم بس النشاط الرياضي توقف لغاية توقف معظم الدوريات معدد الدوري الألماني حتى لو رجع الحين بدون جمهور طيب شنو فقط 70% أنت أصلا هذا النشاط يعتمد على التفاعل مثل ما قلت أنت الإسرة تأخذ لأبناء طيب أنا ما يساعد أن شركات الاستثمار والقطاع التلفزيوني أن يأخذ الحقوق هو أصلا عشان يأخذ الحقوق بوجود المتفرج يغير فكرة نحو المنتج طيب هذه المستهلك موجود يعني أنت حتى لو قيمة الأنشطة في غياب الجمهور ستؤثر طيب أعطيك بعض النسب الآن نأخذ بعض الشركات التي لبسها في الألمانيا ما راح نتكل اسمها طيب خلال بداية شهر ثلاثة لغاية شهر ستة كم فقدت من السوق التسوقية 25% يعني خسرت خسرت 4.5 مليار 4.5 مليار طيب الآن الشيء الإجابي نحن أنا بل نقول جوانب سلبية وعندنا في الواقع بعض التواجهات سلبية في جانب إجابي زاد البيع الإلكتروني زاد نسبته ما زاد قيمته القيمة نزلت وبعدين بعطيك بعض التصور اللي لا تتحدث ما هي السراتيجات اللي يمكن أن تعمل في الدول لعملية إعادة إحياء هذه القطاع يعني معناته طيب ما هي الأرقام التقديرية في الورطن التحدة لإستمرار الجاحة لشهر ستة 160 مليار طيب كم السوق التسويق المال 450 مليار يعني تقريبا ربع القيمة للسنة في خلال أربعة أشهر وأنا أتحدث عن 160 مليار يعني مبلغ رهيب لذلك بعض الدول اضطرت أن تفتح وأقول اضطرت أنت تلاحظ عملية الفتح التدريجي أنه مضطرة بعض الدول في الواقع أنت ساعد ساعد الحياسة تحود وهذا قرار ترى في جانب كبير صحي وإنما أيضا في جانب اقتصادي صحيح نحن نقول حتى منظمة صحة الدولية عندما يعني عقدت شماع أنت تتعيش في بعض الجوانب الاحتياطية والله أنت تنهار في المجال الاقتصادي وهذه نظرة صحيحة في الواقع أنهيار الاقتصاد سيأثر على كل مجالات بعدها أنا بالاستمرار أقول ساعات أنت ساعات هي ما رح ترجع مثل ما كانت بس أنت ساعات تتعايش على سبيل المثال أنت بعض الأمرات تتعايش فيها بس تأخذ احترازات نحن ما بك ترجع مئة في المئة بس تأخذ احترازات أعطيك بعض التصورات الاتحاد الدولي في كرة غدا ما هي الاحترازات اللي وضعها وأتمنى الأخوة في الاتحادات القريبة في الواقع أن تنشدها وضع لها بعض الجوانب قال قبل 72 ساعة من بداية رجوع النشاط تعمل فحص لكل اللاعبين الرياضين يعني قبل ما تبدأ التدريبات نحن على حسب الاتحادات المحلية أنه عندما التصور سيرجعون في نصف الشهر أسبوعين ويستمروا في الواقع لأسبوع الثالث من في الواقع ليس نصف سبعة لغاية الأسبوع الثالث من أغسط يعني أقول من الآن وقت ما تبدأ في ثمانية نحن رح نرجع مو في سبعة رح نرجع في سبعة يستمر الدوري لغاية الأسبوع الثالث من ثمانية نعم إذا ننهي الدوري في ثمانية يعني الأسبوع الثالث على أساس هذه التوجهات إلا إذا صار في الواقع بعض التصورات الأخرى أنت عارف أن النشاط الرياضي والواحدين توقف بتوجهات اللجنة أو الفريق الوطني كذلك وهذا يعني مثل العالم كله مثل جميع القطاعات يمكننا في الواقع سبقنا بعض الدول القريبة أننا توقفنا فيه منتصف مارس وكان في الواقع جانب احترازي جدا تشكرح له الجهات وخاصة الحكومة الرشيدة وكذلك اللجنة الاستشارية وكذلك الفريق الوطني أننا توقفنا على حسب التصور وزارة الشؤون الشباب واللجنة المنطقة نحن نرجع في الواقع بداية خاصة دوري سبق شغناصر في منتصف الشهر اليوم الشهر سبع ويستمر لأسبوع اليوم تقرى من شهر وسبع واحد شون الإجرات قبل 72 ساعة من بداية أي نشاط رياضي أعمل الفعوصات نحن كلم عن العالم والأول على البحرين هذه الاتحاد الدولي هذه أبارة عن براتوكول يجب يطبغ كل اتحاد ينطوي تحت يعني من ضمن الاتحاد البحرين كذلك النقطة الأخرى قبل بداية أي تدريبات أعمل فحص إذا وجدت أن أنت إيجابي يحجرح تقصد عودة التدريبات قبل عودة التدريبات قبل ما تبدأ في الواقع أن أنت تمارس التدريب في النهوذي 72 يمكن في البيت قبل ثلاثة أيام من بداية أي تدريب تعمل فحص عندما تبدأ التدريب تنزل الملعب تعمل قبل فحص الحين بعض الإجراءات حملية عدم اللمس عدم المصافحة عدم الاحتضان عدم لمس أي أشياء حتى الأبواب الاحتفالات التقليدية ما رح نشوفها هذه حتى الأبواب يقول لك لا تفتح فتح بالكل أنت عارب بعض الأستاذات تعال لابس ثيابك مثل ما شفنا في الدوريات الأوروبية تعال لابس ثيابك في التمرين من البيت وما في الاستحمام في الملعب كل هذه الأمور هذه من الاتحاد الدولي أنا قبل في الواقع شهر ونصف لشرط مقال حطيت عشر نصائح للرياضي حتى وضع التلفون والمفتاح لا تشيله وتضعه في أماكن الأسطح في التدريب عادة أيام ما قلت أنا لعباغة المفتاحة تركي وحتى لو أنت شعرت بالسؤال استخدم الكم الداخلي إذا لم يكن لديك الانس وكذلك أحمل معك عملية أو التنظيفات يعني نفس الإجراءات التي تتبعها منظمة الصحة الـ WHO حتى جميع الأفراد أنت كرياضي حاسب لأن في الواقع نسبة الانتقال ستكون عالي وانت مثل ما تفضل قلت الدوري الألماني بدأ ألاحظ عملية الإجراءات يمكن في المرحلة القادمة يمكن راح تتاير ولكن أقول هذه الإجراءات وآفة يجبر كل اتحاد محلي أو إقليمي أن ينفذ إجراءات الإجراءات 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 يعني يعني العالم كله سعيد بعودة الرياضة فإن الرياضة ليست فقط الاقتصادية يمكن بالنسبة للدول والشركات هي لشعوب ترفيه ومتعة وانتمائل عند دياء ومنتخبات ومع ذلك يعني نرى اللي بربول يرفع الكاسع عقب 30 سنة دكتور يعني قلنا ننتظر الديرو الإنجليزي لا يوجد احتفال بس نحن نستانز على الأقل الآن شن أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة دكتور كيف يمكن تجاوزها لمرحلة ما بعد كورونا طيب نحن مثل ما أشارنا في الواقع قلنا ترأس القطاع رياضي أو صناعة رياضي أصابها شلل لم تصيب أي قطاعة أخرى في الواقع يمكن قريب القطاع الطيران عشان ترجح في الواقع وضعوا بعض الآليات وبعض الاستراتيات في عملية لرجوعها وانتشاعة أخي علي ليس فقط الرجوع أنا أريد طيب أرجع وأنا ما عندي المستهلك فقط لا أحد راح يتواجد مباريات يعني أنت عندك إشكالية أن أنت مرتبط بالتقارب الاجتماعي وضعت معظم الدول أربع استراتيجيات وهذه الاستراتيجيات لو إحنا في الواقع أخذناها في الدول القريبة يمكن تنجع أول استراتيجية هي عبارة عن الدعم المالي من قبل الحكومات طيب شون أنا أرجع هذا القطاع أنا لا أتحدث عملية رجوع البطولات أنا أتحدث رجوع الصناعة الأهم أنت بطولة يمكن أن تقيمها بس الصناعة أنت لأنني محتمد هالمبالغة دفعت حق اللاعبين وحق المنشآت والملاعب يجب أن أرجع أعطيك على سيمثال بس نقطة بسيطة أنت عارف ملعب ريال المدريد يوميا بهذه الجماعات اللي يزيرونه من التور شمية يدخل مئة ألف يورو يعني سبوعين مليون هذا اللي يدخلون شراء سفنيرات شراء الأغراض الزكرة مليون في سبوعين هذا ليس مباريات يعني أنت تتكمل عن صناعة أنا أريد أن أرجع شون الحكومات عملت أربع سراتيات وطبقتها لكل قطاعات ليس القطاع الرياضي أول سراتي مثل ما عملت ملكة البحرين والحكومة الموقنة أول شيء أن أنا كحكومة لأن أقوى الجوانب الاستثمارية وقوة الاقتصاد عند الحكومة الحكومة قامت الضخ مبالغ الإتحاد الإسباني وقامت أربعمائة مليون يورو أربعمائة مليون حق الأندية المتضررة يعني بعض الحكومات لأن هذه صناعة ينقذها مثل مثل مجرات الأخرى ما قصت هذه النقطة مثل ما قصت صناعة وصور أن أنا أنا غيرت من ثقافتك بعد صناعة طيب يعني معنات أن أنا اعتبرتك أحد روافد النمو الاقتصادي يجب أن أنا كجهات حكومية أدعم أدعم مبالغ سواء عملية دفع رواتب دفع بعض العقود اللاعبين مثل ما أعمت يعني لو أخذنا ما راح نتكبع الدول مثل بعض الدول القريبة الوزارة الشباب تقوم بحمل ضخب بعض المبالغ للأندية لي دفع رواتب لي أجارات لي وجوان البر أو في الواقع أن أنا ما أقوم بعملية أخذ بعض الرسوم على الكهرباء المستخدمة أو أو الأجارات لأن تأثرت بعض الأندية خاصة بعض الأندية الموجودة في منطقتنا من وين الدخل أو من قبل وزارة الشباب والرياض أو من قبل بعض الأشياء الموجودة التي تأجيرها في المبنى من متواجد العقارات تأجير محلات هذه أول استراتيجية تبعت الدول أنها ضخّت الحكومات لأنها أقوى اقتصاد عند الحكومة ضخّت مبالغ في الواقع كبير أعطيك مثلا حالسين مثلا عندما واجهت شركة الألبسة في ألمانيا الحكومة أعطتها قرض بدون أرباح ثلاثة مليار هي إشكاليتها أربعة ونص مليار أعطتها ثلاثة مليار قط يعني معناته أن هذه الحكومة طيبة النقطة الثانية التي قالت أنني أنا أوفر قروض ميسرة حق كل جوانب القضاعات بدون أي فوائد النقطة الثالثة الأهم أنني في بعض المنشآت توقفت مثل ما بعض المنشآت أنا صار عندي الأزمة منشآة ما استطعت أنني أقوم بعملية إكمالها الحكومة تتكفل بعملية إكمال هذه المنشآت والجانب الرابع في الواقع هو عبارة عن الغاء الضريمة أنا عارة أنت عارف يا أخي علي في بعض الدول خاصة دول الأوروبية السوق الحر تعتمد ميزان الدول على الضرائب صحيح وقفت الضرائب لفترة معينة ليس أنت وقفتها بظروف الجائحة والضرائب تتراوح نحن في الواقع بين 22% و20% صحيح تزيد يعني في الواقع أنا ألغيت الضرائب التي اتبعت بشكل عالمي وأنا في تصوري يمكن أن يكون عبارة عن كل الدول التي تتبعها وكان بروتوكول نوع بروتوكول على الأساس أن أنا حملت إيعاء إحياء تنشيط ليس الرياضة الصناعة الرياضية إذا أنا اعتبرت أن الرياضة عبارة صناعة من إن شاء الله اليوم نعتبر الرياضة أو نلاقيها في دولنا صناعة لها مدهولها الاستثماري والقائمين عليها وما إلى ذلك يقال دائما بأن معظم المجالات لن تعود كما كانت ما قبل كورونا هل الرياضة ينطبق عليها أو صناعة الرياضة ينطبق عليها ذلك دكتور كسؤال أخير والله يعني أنا قد ما بغير أكون متشائم بس أنا في جانب قد تكون ترجع أفضل يعني لا نتكلم نترجع بشكل سيء أنا في الواقع سأقول نص الكأس المليان وكذلك نص الكأس الفارغ نص الكأس الفارغ عادة يقول أن كل جوائح رجوعها جدا صعوبة على ما هو عليه سابقا أعطيك مثلا تقصد بطيء وصعب يعتمد على مدته صحيح بطيء ورح تتغير السلوكيات إيهاي طبعا صحيح أنت عارف أحداث 11 سبتمبر غيرت الآن أول في السابق ستستطيع أن أنا أخذ أي سائل معي أنت لغاية الآن بعد أكثر من 19 سنة يعني ما رح تتغير في بعض الجوائح تقول لي يعني معناته ما رح يرجع أقول رح يرجع تواجد بس رح يكون تأثيرها مختلفة أعطيك بعض الجوانب هذه الجوانب الإيجابية أنا قلت احتمال راح ما رح ترجع مثل ما كانت بس رح ترجع بجانب يمكن بالنسبة حق الأشخاص المحدثين أو الذين ينطرون للتحديد رح تكون أفضل أول نقطة رح تقل حجم المنافسات ما رح تكون مباريات دوري ذهاب الرجوع أنت تتحدث في هذه السنة أنت تتحدث الدوريات احتمال تنتهي بداية تسعة انضغط سهي معناته الحين التصور العام لغاية الألماء إن شاء الله في منتصف الشهر الاتحاد الأوروبي رح يجتمع رح ينظر حق السنة عشرين وواحد وعشرين أنت الإيجابي طيب ليش قلت إيجابي قلت إيه لأن أنت وقت ما تقل المنافسات رح تقل عمليات المجهود رح يقل أن الرياضي يتعرض لانخفاض في جهاز المناعة إذا انخفض معناة عرضها للإصابة بعض الأوبيع لاحظوا الان طيب النقطة الأخرى إن انتشر الرياضة الإلكترونية البيع الإلكتروني وهذه جانب إيجابي لأن الدول حين عشان يتقل عملية المصرفات التي تصرف على العاملين اتجاهت إلى عملية التسويق النقطة الثالثة في الواقع رح يكون الاهتمام بالعنصر البشري المرتبط بالجمول بالإصابات التي تسبب عنف رح تقل بعض المدرجات مثل ما رح تقل بعض المقاعد في الطيران يعني هذه الجوانب اللي رح تؤثر الآن الأهم ذيك الأخبار اللي أنا كنت أستطيع أن أقولها قبل سنة أن العقود رح تنزل عن مئة مليون عقد اللاعب كانوا يقول لك لا هذه ضرب من الخيال خلاص ترتفع الان تنزل وعلميا حسب بعض النتائج الإحصائية تشير إنه 28% من قيمة العقود اللاعبين خلال هذه الفترة التقالية رح تنزل يعني الشخص اللي كان قيمته مئة مليون رح يكون في الواقع عبارة عن 72 مليون يعني 28% رح تؤشر إذا في الواقع أن نستمر بهذا الناج رجوعنا بشكل بطيء شيء إيجابي لكن أرجع وأقول أني رح نرجع مثل ما قلنا قبل شهر أغست ديسمبر أقول لا رح تكون الرجوع بطيء لأن في الواقع أنت لغاية الآن مع عدم اكتشاف اللقاح وعدم وجود ديك المؤشرات لأن أنا عندي بعض الأدوية التي تتخفض من عملية حدة هذه المواقع أقول يجب أن نتريك رجوعنا بشكل تدريجي شيء إيجابي رجوعنا لازم نرجع لأن إذا ما رجعنا في الواقع رح نقضي على الصناعة وهذه الصناعة قضاءنا معناته شنوه؟ معناته تسريح معناته انخفاض معناته 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 أنا أقول الاتجاه التي اتخذتها بعض الدول ومن ضمن الملكات البحرين إن شاء الله والدول الخليجية والأخرى بالرجوع التدريجي أقول هو عبارة عن قرار حكيم نابع من دراسة واعية وأنا في الواقع راح تأتي بنتائج جامعية إن شاء الله ليس على القطاع الرياضي لكن على جميع القطاعات إن شاء الله والحياة يجب أن تستمر صحيح تتغير شوين نتعايش شوين نغير في سلوكياتنا لكن إن شاء الله الحياة ستعود وتستمر يعني هناك أخبار عن يعني تأتي من الصين لقاح ربما في الربع الأخير بداية سبتمبر نهاية ديسمبر أكثر من دولة يعني في أكثر من خمسين لقاح يتم العمل عليه وقال إن في خمسة منهم الأقرب لكن حتى لو استمرت لما بعد من ذلك سينتهي في الأخير وتعود الحياة إن شاء الله لكن هل ستعود كما كانت في كل القطاعات هذا كلام يعني نفتح لملف جديد إن شاء الله في حلقات أخرى وفي تطورات مستقبلة كل شكر وتغذير لك دكتور شرفتنا في هذا الموضوع المهم اللي نتكلم فيه أنا أعتقديم كل أول مرة في هذا البرنامج وهو صناعة الرياضة شكرا جزيلا لك أنا أشكر لك في الواقع على اختيارك هذا الموضوع وأني حديد بالواقع أبقوا في منازركم ودمتم سهلا يعطيك لعب شكرا لك كما أشكركم على المتابعة مشاهدين الكرام نلتقي على خير في أمان الله خلي اشتركوا في القناة